من القلعة الحمراء من روح للقلعة البيضاء أيضاً يعني لقاء ربما الناس كتير جداً ما أعولتش على أفوز زمالك يعني بس فوق يعني أنه يهزم بهذه النتيجة 2-0 أمام التراجي التونسي أعتقد أنه كان فيه نتائج ممكن تبقى بشكل أفضل برأيك أبرز الحاجات اللي أدت لهذا الأمر بص يا فترة اللي نسيان بالنسبة لعبة نتزم عليك و بالنسبة نتزم عليك و بالنسبة نتزم عليك الفريق كله يعني برا الخدمة تماماً فيش تحذير تماماً ما بتحسش دايماً أن الزمالك قادر أنه يكسب عكس الأول يعني عكس جيزان دوبريرا الأول كنت دايماً بتحس أنه حصله فترة فعلاً فايق الزمالك بطل الدولي مرتين على بعض بطل الكاس بيوصل في أفريقيا لأدوار متقادمة جداً بقدر أنه يظهر بشكل كويس ولكن بقاله فترة كبيرة جداً الزمالك بعيد تماماً عن الفترة حتى العيبة بتعطش مع بعضها بحس أن العيبة بقيد جداً عن بعض وبحس جداً أن العيبة مستسلمة بشكل كبير وده غلط على نتز مالك الزمالك دايماً منافس قوي في دور الأبطال بتكلم في برات شباب بلوزاد الجزائري الشباب بلوزاد اللي كسر من التراجي وخسر من المريخ السوداني غربك على أرضك واحد سفر وده كانت نتيجة هي اللي هتؤدي الناتز مالك لو خرج من دون المجموعات هي النتيجة دي اللي هتؤدي لخروجه بعد كده بتتعادل قدام المريخ السوداني في المريخ بعد جداً بتخسر من التراجي التونس 2-0 بتتكلم في تلات مطشاط عندك نقطة وحيدة بتتكلم أنك لسه عندك تلات مطشاط منهم التراجي في مصر التراجي مش هيكون فريق سهل في مصر فريق دايماً منافس على دور الأبطال بتتكلم على شباب بلوزاد في الجزائر ودايماً ممكن تكون مباراة ومباراة تقاهل بتتكلم على المريخ السوداني في القيارة ودايماً من الفرق اللي هتقدر تلعب عليك بشكل كويس يعني 9 نقاط مبارح يوزوالدو بريرا بيقول في المطامرة الصحفي أنا لسه عندي 9 نقاط لا أو أنت عندك 9 نقاط وعندك نقطة 10 بس أنت 9 نقاط منهم مباراة في الجزائر يعني أنت بتتكلم على برضو حاجة مش مضمونة تماماً أنا مقدرش أقول لنادي العالي مثلاً عنده 4 مطشاط لازم يكسب مطش سندونز اللي في جنوب أفريقيا لا مطش برضو مطش مش محسوم فريق على أرضه فريق قوي فانت هتبقى عندك مشكلة كبيرة جداً بتواجهك نت زي بالك لعبته بتحس أن هي واقفة غلط في المرح بصراحة بعد الصفقات الجديدة اللي جات في السفل اللي جات في السفل اللي فات لعيبة هل دي مشكلة مدير فني في المقام الأول؟ طبعاً مشكلة مدير فني بص يقولك على حاجة يعني مهما حصل مدير الفني بتحمل دايماً مسؤولية حال تلعيبة لقدامك حال تلعيبة زي ما قلنا في الآلي ممكن مطش مطشين تلاتة تدخلي في فترة كده أربع خمس مطشقات لك نت زي بالك بقال له موسم كامل برا الكدمة ده موضوع صعب جداً هقولك فيه تغييرات أكيد وكانت الإدارة غيرت فريرة وجابت أسامة نبيه بعد كده فريرة تاني كل الكلام ده تمام بس هل فريرة أو أسامة نبيه أصلاً بعيداً على لعيبة نت زي بالك؟ لا مش بعيداً هم مرتين اللي كانشغلين مع بعض بقالهم سنتين طبيعي جداً واحد مش وواحد قاعد عادي أنت برضو كلعيب عارف أنه ده المدير الفن بتاعك مش حد جي جديد غير عليك كل سياساتك غير عليك كل طريقتك لأ دي ناس موجودة أصلاً من الأساس عاملا بظبط إزاي ما بقى مديرك كده ونهي بتاعه مثلاً مسك شوية بعد كده المدير هيا هيا لكن لعيبة نت زي بالك بعيد تماماً عن الفرمة بعض اللاعبين اللي كانت دايماً مستوى كويس جداً زي زيزو زي صيف الدين الجزيرة أصبحوا خارج الخدمة تماماً عن نت زي بالك لبعض الصفقات الجديدة اللي جات في الصيف أعتقد أنها ما أفادتش نادي الزمالك بشكل كبير على رغم أنهم جم برقبة عاية جداً جم بصفقات كويسة جداً ولكن ما قدموش أي إضافة لنادي الزمالك كنت بشوف أن الزمالك محتاج أنه يبقى على لعبية الشباب اللي كانوا السنة اللي فاتت ريزاره بشكل كويس مع بعض التدعمات البسيطة برح شوفنا أول مرة يا زهر ناصر منسي واحمد بالحاج اللعيبة الصفقات اللي كانت في يناير توقع أنه ممكن في مطشقات الدوري يبقى أفضل من كده لازم لك أظن محتاج لعيبة وسط ملعب بشكل كبير جداً محتاج لعيب مهاجم مكان يمكن سيفي جزيري أو يدري هاجي إمام أشروف الفرق قوي كده مع الزمالك جداً يعني إمام بصي إمام كان ترمومتر في أداية وسط ملعب نات الزمالك كان لعيب دايماً بسبب خطورة للقسم في حتة الانطلاقات في حتة لعب المباشر لو بيروح بوشه على المرمى بحتة التسديد كل ده مش موجود في عمري سيسي إطلاقاً يعني أنت حطي مثلاً دولياتي إمام عشور ما كان عمري سيسي أتلال موضوع مختلف حطي إمام عشور جمّل أبيل أماد دونجا أتلال موضوع مختلف تماماً إمام يتفوج بشكل مبهر عن طبعاً الاتنين وربنا يتفوج معاً مثل اندر مارك لأن أنا أتوقع له أنه هو سنة الجديدة ممكن يكون موجود في البريمير ليج موجود في الدوري الألماني ودوري الفرنسي إمام لعب عنده ممكنات كويسة ولكن نتزا مالك محتاج لعبة وسط ملعب بشكل كويس محتاج مهاجم خلال الفترة الجاية حتى كمان الأخطاء اللي هي من محمد عواد غريبة جداً يمكن في موضوع الدوري وبرضو قرار أنا مش فاهمه من الفريرة في موضوع الدوري أنت دفعت بمحمد صبحي في مباراة وخلاص قلنا ممكن يكون صبحي هو اللي هيخد في مركز حراسة المرب بعد كده في موضوع الدوري الأبطال رجعت عواد تاني برح عواد في الكرة الأولانية كل الأولان اللي تراجي طلع بيديها للمدافقة